أجمل الحديث أن تتحدث عن الله الله ربي لا أريد سواه هل في الحقيقة خالق إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيضم من عطاياه والنمل تحت صخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه سرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه فلا إله إلا الله عمران بن حسين أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا يعبد سبعة من الآلهة فقال لها النبي يا عمران كم لك من آلهة قال لي سبعة قال أينهم قال ستة في الأرض وواحد في السماء قال من لرغبك ورهبك إذا ضاقت عليك الدنيا ضاقت عليك الظوائق تلجأ إلى من؟ قال ألجأ إلى الذي في السماء قال إذن صلى الله عليه وسلم أعبد الذي في السماء وترك التي في الأرض أبسألكم سؤال أجاوب بصراحة سأتحدث مع نفسي وإياكم ببساطة لأننا عرب ومسلمين وأبناء فطرة ولا نحتاج إلى تعقيد الكلمات والتفيقه والتفيصح الذي ربما لا نحتاجه حين جايين الليلة نريد أن نشحن قلوبنا إيماناً وحباً بالذي خلقنا وهو الله جل في علاه سؤال سؤال قلبك من الذي ملأه حباً؟ تحباً؟ هل تعتقد أنت في هذه الساعة أن القلب يتدفق حباً للخالق جل في علاه؟ سؤال ثاني هل محبتنا لله فرض ولا فضل؟ يعني فرض علينا نحب الخالق أو فضل منا نحبه؟ فرض أنا وأنت مخلوقين عبيد حبنا له فريضة من لم يحب ربه جل في علاه ليس بمسلم ولذلك حب الله تبارك وتعالى كلنا يدعيه وكل يدعي وصلاً بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك أنا أقول كلنا